بداية قراءتك لما حدث في البيضاء لعملية الإنزال هذه عملية مفاجئة ربما لم يكن أحد يتوقعها أو أيضا ليست عملية رائجة حسب إدارة العمليات العسكرية للتنمتحدة الأمريكية في اليمن خلال العامين الماضين لم تشهد اليمن أي عمليات ولا حتى خلال الفترة السابقة ربما كان هناك عملية أو عمليتين لكنها كانت فاشلة للتحرير الرهائن لكن هذه المرة هي أول مرة خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية والتي كانت تكتفي بعمليات الطائرة بين طيار لكن ما حدث اليوم يؤكد أن هناك تطور نوعي ربما كما ذكر أحد الصحفيين الأمريكيين أن القيادة في تنظيم القاعدة اللي هو القاعدة الجناح العسكري قاسم الريمي كان أحد المستهدفين إضافة إلى قيادة أخرى لكن اللافت في العملية هو مدى العنف الذي مورسه أولا عمليات قصف للمناطق والمنازل وبعدها ثلاث تصفية مباشرة لاحظنا أن حتى بالنسبة للأطفال الذين سقطوا لم يتم احترام قواعد الاشتباك في هذا المجال وسقط عدد من القتلى المدنيين بينهم نساء وأطفال لاحظنا أن معظم الجبهات في الصور التي وردت إلى اللحظة كانت صابت مباشرة قنص مباشر في الرأس وهذه ربما دليل على أنه كان هناك نية لتصفية جميع من وكانوا موجودين في الأرض في نقطة العنف في التعامل مع هذه العملية البعض قرأ هذا العنف وهذه الضخامة في هذه العملية طائرة أباتشي وإنزال أنه ربما كانت هناك أهداف مهمة وكبيرة موجودة في تلك المنطقة وكانت تبحث عنها الأمريكان بالتالي عدم حتى الآن التأكيد على أسماء القيادة التي قتلت أيضا البنتاجون اكتفى في بيانه للحديث عن إصابة مقتل جندي وإصابة ثلاث آخرين هذا التكتم الغموض يشيب شيء؟ الحديث عن أهمية الضحايا ربما لم يكن هناك أهداف لن تكون أثمان من رئيس تنظيم القاعدة الذي هو الوحيشي ناصر الوحيشي وقبل عدد كبير من القيادات التي تم تصفيتهم عن بعد سواء بواسطة طير ابن طيار أو بواسطة صواريخ الكروز لدينا سابقة يعني في مثل هذه الجريمة ربما هي في قضية العنف في المعجلة في 2009 تم أيضا إحراق قرية بالكامل بواسطة صواريخ الكروز وتومهوك من عبر البارجات الأمريكية لكن التدخل بهذا الشكل ربما هو فيه دلالة على أن إدارة ترامب يعني عازمة على المضيب بشكل أكثر عنفا في قضية الحرب على الإرهاب لكن كما ذكرنا هناك ضحايا مدنيين وهناك بسورية كبيرة تلتزمها لكن إلى الآن ما زالت الظروف العملية غامضة المعلومات لم تصل بشكل كبير نظرا لأنها في منطقة نائية الحكومة اليمنية مطالبة أيضا بالتوضيح ومطالبة أيضا بإطلاع الرأي العام ونحن نبحث في تفاصيل هذه العملية وتداعياتها هي تأتي بعد من حيث التوقيت تأتي بعد أيام من تولي ترامب وإدارته الحكم في أمريكا هل هذا يقدم أو يضع مقدمات ربما لتغير في السياسة الأمريكية في التعامل في هذا الموضوع الأمني في اليمن يعني هو العملية مثل هذه العمليات لا تأتي مباشرة بين يوم اليوم بالتأكيد أن هناك عمل كبير في الميدان وهناك صيد ثمين كما كان يطرح دائما الأمريكان وبالتالي هذه هي واحدة ربما من العمليات التي سيثار حولها الكثير من الجدل خاصة أن هناك أمريكيين سقطوا في هذه العملية وبالتالي لم يكن هناك حاجة للمخاطرة خاصة أنه إلى الآن لم يظهر أي هدف حقيقي لهذه العملية وتدعية الأمنية يعني الآن هناك موجة احتجاجات في العالم وغضب من قرار أوباما بمنع سفر عدد من مواطنية الدول بينها اليمن أيضا اليمن تعيش ظرف يعني فيه انفلات كبير غياب دولة انقلاب مواجهات وبالتالي هذا سيضاعف من الأعباء سواء على الحكومة اليمنية أو على اليمن سؤال أخير يتعلق بقراءة بعض من المراقبين والمعنين بهذا الملف أنه ربما قد لن تكون هذه العملية الأخيرة قد نشهد تغير إليه حتى تتفق مع هذا الطرح ربما لا توجد أهداف ثمينة يستطيع البحث عنها مثلا كما تلك الموجودات سواء في العراق أو في أفغانستن أو في غيرها باعتقد أن هذه العملية هي خطأ تكتيكي كبير جدا ولن يتم تكراره ربما سيعتمد الأمريكان في الفترة المقبلة على قضية الطائرة بن طيار العودة للأسلوب الذي هو أقل كلفاء وهو الذي كان حريص عليه الرئيس الأمريكي أوباما لكن ربما قد تغير ترامب يريد أن يعيد للعالم أن الأمريكان قادرين لكن هذا الخيار مكلف وصعب وبالتالي سيعتقد أن الأمريكان أو الأطراف الأخرى داخل الأمريكا ستضغط من أجل العودة إلى السلوب السابق شكرا جزيلا لك المحلل السياسي أحمد زرقا كنت معنا لقراءة وتداعية هذا الموضوع شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا